ومن العنوين إلى التفاصيل حيث اتهمى المهندس كامل الوزير وزير النقل النقابات العملية في قطاع النقل بعرقلة أي عملية تطوير داخل القطاع بحجة الدفاع عن حقوق العاملين وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بضرورة وضع حد لما وصفه بتجاوزة النقابات العملية قائلا كل ما اخذ قرار لتطوير هيئة خسرة الناس تقول لك بي شردنا وتبع الوزير ازاي مؤسسة خسرانة وعاوزة ارباح انا جاي من مؤسسة ما تعرفش الكلام ده وعلى جانب اخر اوسط لجنة النقل والمواصلات بنقل تبعيات الشركة القابدة للنقل البري والبحري من وزارة قطاع الاعمال العام إلى وزارة النقل منعا لتضارب الاختصاصات ولتحقيق اقصى استفادة ممكنة لتحليل اوفا ينضم الينا في الستوديو الاستاذ عبد المعطي ابو زيد خبير شؤون الدولية اهلا وسهلا لمحضرتك اهلا نفهم كيف تقرأ بشكل مباشر استاذ عبد المعطي حديث وزير النقل عن التجاوزات في النقابات العملية هذا من شق بالاضافة لفكرة نقل وتبعية الشركة القابدة للنقل البري والبحري لوزارة النقل كيف ستساهم في تحسين اداءها وكفاءتها شوفي دي تقريبا المحاولة التالتة أو الرابعة اللي نعملها بشكل ضخم من اجل عادة هيكلة القطاع العام وتحويله من شركات خاسرة ولا تحقق ربح ولديها اصول ضخمة جدا إلى شركات مفيدة اكثر للاقتصاد الوطني محاولات تمت في نهاية السبعينيات وفي الثمانينيات وفي التسعينيات وعملنا محاولة اللي سموها الخصخصة في بداية الألفية وكلها كانت بتصطدم يعني لم تنجح في معظم الحالات وكانت بتصطدم بعدد من المعوقات كان من بينها العدد الكبير جدا من العمالة وبعضها عمالة غير مدربة أو عمالة زائد على الحاج؟ بالزبط يعني عدد أكبر مما تحتاجه المشروعات إضافة إلى جزء نفسي لحد ما مصر مرت بفترة اشتراكية ليست قصيرة وتركت في أذهان كثير من المواطنين أن لهم حقوقا وليس عليهم واجبات هذا الأمر بيحتاج وقت طويل جدا لتغيير هذه العقلية والعمل بمنطق إدارة سليمة ولكن يعني لن نزايد على النقابات في حقوق العمال ولن يعني نوافق الوزير على الكلام اللي قاله المطلوب هو إدارة ناجحة يعني معظم الخسائر الحقيقة في مجال القطاع العام ليس سببها تقاعص العمال عن عمله ولكن سببها زي ما قلنا خلل في حجم العمالة أمر الآخر أنه كثير من هذه الشركات الأصول بتاعتها متهالكة ولا تناسب تكنولوجيا العصر ومحكاجة ضخ بالزبط عايزة ضخ استثمارات بشكل كبير جدا الشركة اللي كانوا بتكلموا عليها النهاردة في البرلمان هي الشركة القابضة للنقل البحري والبري شركة قابضة يعني بتتبعها شركات كتير على وجه التحديد هذه الشركة بيتبعها 16 شركة تابعة وهي شريك في 17 شركة أخرى ويعني بعض هذه الشركات يجب أن تحقق يعني أرباح كبيرة جدا لو كانت في إيد القطاع الخاص وبعض الشركات اللي حقق عليها على ما تستفهم يعني هضرب لحضرتك مثلا خمس شركات متخصصة في نقل البضائع مملوكة للشركة القابضة هذه الشركات الخمسة رأس مالها 150 مليون جنيه رقم كبير حققت خساير في 2018 90 مليون جنيه يعني كمان سنة بعون الله هتكون الشركة خسرت كل رأس مالها هذه الأمور تحتاج إلى تغيير الإدارة حضرك بتسألي هل النقل إلى وزارة النقل سيحسن من أداء أو كفاءة هذه الشركة الحقيقة هو مش نقل بس في بداية نوفمبر اللي فات هذه الشركة القابضة عندما كانت تابعة لقطاع الأعمال العام تعملت يعني إعلان عالمي لاستجلاب شركات كبرى ومنحها مهلة ثلاث سنين لإعادة هيكلة هذه الشركة القابضة والشركات التابعة لها بالذات الشركات الخسرة منها هذه الشركة أو الجهات العالمية يفترض أن تبدأ قريبا خلال شهور في إعادة عملية الهيكلة وبالتالي الشركة هتنتقل بمشروع إعادة الهيكلة والتطوير إلى وزارة النقل لو نجحت هذه التجربة يمكن تعممها في شركات قابضة أخرى تروح الشركة القابضة للصناعات الهندسية تروح وزارة الصناعة القابضة للصناعات الكيموية تروح وزارة الصناعة وهكذا يمكن التفكير فيه مسارات بديلة لتجميع هذه الشركات بأعباءها الضخمة على وزارة واحدة اسمها وزارة الأعمال العام